السلام عليكم نبدأ الآن بالتست السابع من الوحدة السادسة وحدة الجداول في مادة IQ من هاج متروبول الكتاب الأول هنا المطلوب إيجاد قيمة D الآن بالعلاقات لدي A زائد B تساوي 12 لدي B زائد C تساوي 14 ولدي أيضا C زائد A تساوي 8 لدي العلاقة الأخيرة هنا D زائد B تساوي 15 هنا بإجراء عملية الجمع في هذه المعادلات لدي 2 في A زائد B زائد C تساوي إلى لدي هنا 12-20-30-34 يعني A زائد B زائد C تساوي 34 و30 على 2 هي عبارة عن 15-17 لما كانت A زائد B 17 الآن A زائد C A زائد C هي عبارة عن 8 وبالتالي ببساطة B هي عبارة عن 9 إذا كانت B هنا 9 D سوف تكون هنا عبارة عن 15-9 يعني 6 والجواب هو A في السؤال الثاني نقوم الآن بكتابة المعادلات A زائد D من السطر الأول أيضاً لدي B زائد C يعطيني أيضاً 17 السي زائد A تساوي 20 أخيراً السي زائد D هنا تساوي إلى 19 بإجراء عملية الجمع نجد لدينا هنا ثلاثة C هنا لدي ثلاثة C لدي هنا اثنين B ولدي أيضاً اثنين A يعني يفضل أن أقوم بعملية الجمع في المعادلات بشكل التالي أقول A زائد D زائد B زائد C زائد C زائد A زائد C زائد D تساوي إلى 17 17 يعبار عن 34 وعشرين 54 54 زائد 19 يعبار عن 3 70 يعني هنا تساوي 73 المطلوب ماذا؟ B زائد D B زائد D نقوم بعملية التجميع A مع C هنا هي عبارة عن 20 A مع C أيضاً هي عبارة عن 20 والC مع D هي عبارة عن 19 وبالتالي ببساطة D زائد B هي عبارة عن 70 73 ناقص 20 ناقص 20 ناقص 19 هنا يعني ناقص 70 73 ناقص 50 59 بإجراء عملية الطرح 13 ناقص 9 4 هنا 6 ناقص 5 1 14 والإجابة هي G هنا فقط تصحيح صغير 73 في السؤال الثالث المطلوب قيمة B زائد R زائد C بكتابة المعادلات لدي هنا A زائد B هو عبارة عن K والA زائد C هو عبارة عن L B زائد A هو عبارة عن P B زائد C هو عبارة عن S C زائد A هي عبارة عن R والC زائد B هي عبارة عن M الآن بالبحث عن المعادلات لدي هنا المعادلة مع المعادلة في هذا الموقع يعني R تساوي L أيضا من المعادلات الموجودة لدي هنا B مع C مع B والC في هذا المواقع هذا يؤدي أن M هي نفسها S أيضا من المعادلات الموجودة لدي A زائد B و B زائد A هاتين المعادلتين نجد أن K هي نفسها P بهذا الشكل الآن من المعادلتين التاليتين B زائد S زائد R هنا B زائد نقوم بجمع الطرفية المعادلة B زائد S زائد R تساوي L زائد K زائد M وبالتعريف أن L زائد K زائد M تساوي X وبالتالي B زائد R زائد S تساوي X والإجابة هي A في السؤال السادس نكتب الآن المعادلات هنا نبدأ مثلا B زائد K هي عبارة عن 22 أيضا لدي هنا R زائد L R زائد L تعطيني 15 هنا لدي S زائد M تساوي 19 أقوم بجمع المعادلات وأعادل تجميعها أقول B زائد R زائد S زائد K زائد L زائد M تساوي إلى 22 هنا لدي 17 تبع باليد 1 أقوم بجمع المعادلات إذن هنا المجموع هو عبارة عن 7 و30 زائد 19 هنا لدي 6 و50 إذن 56 هنا قيمة K زائد L زائد M 28 معلومة وبالتالي هنا P زائد R زائد S هي عبارة عن 56 ناقص 20 28 وتساوي 20 28 والإجابة هي D في السؤال الخامس المطلوب حساب P زائد R زائد S علما أنه K زائد L زائد M تساوي A نفس أسلوب التمرين السابق هنا نجد أنه K زائد L هو عبارة عن P نجد أيضا أنه L زائد M هو عبارة عن S ونجد أيضا أنه M زائد K هو عبارة عن R بإجراء عملية الجمع 2 في K طبعا نخرج 2 عامل مشترك K زائد L زائد M تساوي P زائد R زائد S هنا K زائد L زائد M تمثل A وبالتالي B في B زائد R زائد S تساوي 2A والإجابة هي G في السؤال السادس المطلوب بإيجاد قيمة A هنا 2A تساوي B هنا 2B هي عبارة عن G على 2 وأيضا لدي الاثنين G هي عبارة عن 16 هنا يؤدي G هي عبارة عن ثمانية لما كانت G ثمانية أقول لدي هنا 2B تساوي 8 على 2 يعني B هي عبارة عن نضرب طرفي المعادلة بـ 2 أو نقسم على 2 هي عبارة عن ثمانية على أربعة وتساوي 2 قيمة B لما كانت B2 الـ A تساوي 1 إذن B تساوي 2 والـ A تساوي الواحد وهو المطلوب والجواب هو A في السؤال السابع هنا نقوم أيضا بكتابة المعادلات الـ A زائد الـ B هي عبارة عن 14 الـ B زائد السي هي عبارة عن 20 والـ C زائد الـ A هي عبارة عن 20 24 نقوم بعملية الجمع 2 في A زائد الـ B زائد C تساوي إلى 58 يؤدي A زائد الـ B زائد السي تساوي إلى هنا لدي 20 29 يعني الآن بدي قيمة السي A زائد الـ B موجودة هي عبارة عن 14 هذا يؤدي أن السي هي عبارة عن 20 29 ناقص 14 وتؤدي هي عبارة عن 15 والجواب هو D في سؤال الثامن نقوم الآن بكتابة المعادلة لديه 2A هي عبارة عن B زائد 4 لدي أيضا الـ 2B هي عبارة عن 2G ناقص 2 يعني هنا بالقسمة أقول أن الـ B هي عبارة عن G ناقص 1 آخر معادلة أولا هي 2G تساوي 30 هنا يؤدي أن الـ G هي عبارة عن 15 لما كانت الـ G 15 الـ B سوف تكون هنا عبارة عن 14 لما الـ B 14 الـ A سوف تكون 9 وبالتالي بإجراء التطبيق هنا الـ A في الـ B يعني 9 ضرب 14 ناقص 30 يعني هنا 126 ناقص 30 تعطيني 90 96 والإجابة هي G في السؤال التاسع المطلوب لـ A زائد الـ B زائد G بكتابة المعادلات A زائد الـ B تساوي 28 لدي B زائد الـ G تساوي 20 24 والـ G زائد الـ A هي عبارة عن 20 26 بجمع المعادلات وإخراج 2 عام المشترك A زائد B زائد G تساوي إلى هنا 18 8 باليد 1 يعني 70 78 وبالتالي A زائد الـ B زائد الـ G هي عبارة عن 70 78 على 2 35 و 4 و عبارة عن 30 39 والإجابة هي B في السؤال العشر لدي A زائد الـ D تساوي 17 ولدي C زائد الـ B هو 5 الآن نعمل على تصحيح هذه المعادلة هنا نخرج A عام المشترك أولا يبقى داخل القوس C زائد الـ B ثم أقوم بإخراج D عام المشترك زائد الـ D يبقى داخل القوس C زائد الـ B بالشكل التالي هنا يمكننا الآن أن أقوم بعملية التعويض أو أقوم مرة أخرى بإخراج C زائد الـ B خارج القوس أحصل بالشكل التالي C زائد الـ B هي عبارة عن من تضرب في الـ A زائد الـ D بالشكل التالي C زائد الـ B معلومة هي 5 ضرب الـ A زائد الـ D هي عبارة عن 17 وتساوي 5 ضرب 7 هي عبارة عن 35 و 30 و 85 والإجابة هي D السؤال الحادي عشر هنا مطلوب الـ B على 2 بكتابة المعادلات الـ A زائد الـ B تساوي G زائد الـ 3 الـ A زائد الـ C تساوي الـ B أيضا لديه المعادلة الأخيرة C زائد الـ B تساوي A زائد 1 الآن نقوم بجمع المعادلات 2 في A زائد الـ B زائد C تساوي هنا C زائد 3 زائد B زائد A زائد 1 الآن لديه هنا 2 2 في A زائد الـ B زائد C تساوي A زائد الـ B زائد C هنا زائد أو هنا زائد 4 بهذا الشكل ننقل إلى الطرف الآخر نجد لديه هنا A زائد الـ B زائد C هنا 2 نطرح منها 1 يبقى لديه 4 لما كانت A زائد الـ B أو A زائد الـ C هي عبارة عن B A زائد الـ C هي عبارة عن B من المعادلة الثانية وبالتالي أصبح 2B تساوي 4 هذا يؤدي أن B تساوي 2 2 على 2 واحد والجواب هو A في السؤال الثاني عشر والأخير في هذا التست لديه هنا 2A هي عبارة عن G وأيضاً لديه B زائد الـ A تساوي 2G أيضاً لديه G زائد الـ B تساوي 20 نقوم الآن بتعويض المعادلات مثلاً نعوض الأولى في الثانية بدل جي سوف أضع 2A تصبح لديه العلاقة B زائد A تساوي 4A يعني الـ B ناقص 3A تساوي 0 أيضاً بتعويض المعادلة الثانية والثالثة بدل الجي سوف أضع 2A إذن 2A 2A زائد B تساوي 20 الآن نقوم بطرح المعادلات بهذا الشكل يصبح يختفي الـ B مع الـ B لديه هنا ناقص 5A تساوي ناقص 20 هذا يؤدي أن A تساوي 4 والجواب هو A وشكراً لكم